إن الاجتماع الذي تم تنظيمه قبل يومين من قبل الاستخبارات التركية وضم ممثلين عن جبهة النصرة وتنظيمات جيش العزة وأحرار الشام وصقور الشام وجيش الأحرار يضحض كل ما تم الترويج له خلال السنوات الماضية بخصوص ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة كما يثبت بشكل لا لبس فيه مرة أخرى الدعم الذي تقدمه حكومات الدول للدعمة للأرهاب لهذه التنظيمات الأرهابية المسلحة ولكي نقرن القول بالصورة هذه صورة قادة التنظيمات الأرهابية الذين اجتمعوا في إدلب قبل يومين برعاية الاستخبارات التركية يقود الاجتماع رئيس جبهة النصرة الأرهابي الجولاني ومعه تنظيمات أرهابية أخرى ترعاها الحكومة التركية وبعض الدول في هذا المجلس المهم في الأمر أن بعض منهم في الصورة بعض منهم في الصورة ويجلسون مع جبهة النصرة التي تسيطر على 99% من إدلب بعضهم حضر أستانا يعني بعضهم ملزم ملزم بعدم القتال إلى جانب جبهة النصرة ضد الدولة السورية وحلفائها وملزمين أيضا هذه التنظيمات باحترام تفاهمات أستانا ومن بينها إنشاء منطقة منخفضة التصعيد هذه الصورة لهؤلاء الحمائم المعتدلين المجتمعين في إدلب ترجمة نانسي قنقر